الاسراع بإنجاز الدعاوة الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد مجلس الوزراء يشدد على ضرورة رفع مستويات الإنجاز في الوزارات وحسم التحقيقات في تلك القضايا استرداد الأموال العامة وملاحقة المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي خطبات ضمن ستراتيجية الحكومة لتقويم الأداء الوظيفي برنامج السيد السوداني قد أعطى أولوية أولى في عملية متابعة حسن أداء وتقييم دور الوزراء وكلاء الوزراء والمدراء العامين وبالتالي عملية التقييم هذه شملتها واحدة من أهم فقرات عدم استطاعت هذه الحكومة أن تمضي مؤسساتيا وقانونيا بإدارة ملفات هذه الوزراء ومؤسساتها والفساد البرنامج الحكومي المصوت عليه من كبرى كتل مجلس النواب يمنح رئاسة الوزراء مساحة غير محددة لمكافحة واعتقال شبكات الفساد هناك نقطة جوهرية أعتقد بأنها إذا تم الاتفاق عليها من قبل جميع القوى السياسية وهو موضوع تجريم استغلال النفوذ السياسي والذهاب إلى إصدار قانون الأحزاب سوف يكون هذا دليل واضح على جدية المطبخ السياسي لدعم مهمة رئيس الوزراء في مكافحة الفساد فرض عقوبات انطباطية وصدور أحكام قضائية بالإدانة فضلا عن استرداد الأموال المنهوبة إجراءات من شأنها تطويق مافيات الفساد وإنهاء محاولاتها لتخطي عقوبات القانون الرادعة حزم الشرع العراقية والخبارية بغداد